سيفول عليكم كل سنة وانتو طيبين يلا بقى نبدأ نجاح للعيد واول وصفة وكل الناس بتستناها وبتحب تعملها هي الكفتة بس بما ان اللحمة بقت غالية قوي تعالوا نهاردة نعمل حاجة اسمها الكفتة الاقتصادية يعني ايه كفتة اقتصادية يعني لو عندك ربع كيلو لحمة في التلاجة وفرومي وتقدر تعملي منه كفتة وتأكلي بيها العيلة كلها ازاي بقى لا استريل هتعرفي جوه الفيديو مش بس كده دع كمان هوريك ازاي تعملي صلطة المشويات اللذيذة اللي بتتعمل مع الكفتة وهقولك لو ما عندكش شواية او فحمه عايزة تعملي كفتة مشوية تعمليها ازاي جوه الفرن بتاعت البوتاجاز بطريقة سهلة وبسيطة وتدي نفس طعم وريحة كفتة المشويات ولو هتولع الشواية ومش هتكسلي يبقى هقولك كمان على طريقة شوي الكفتة على الشواية اللي تخليها ما تنشافش معاك وتفضل طريقة ومتصموها كده وجوسي وحلوة وزاي اللي بنشتريها من بره بالضبط كل الاسرار بتاعت كفتة الحاج هتعرفيها معايا النهاردة بس لو لسه ما شركتوش في القناة معنا تدوسوا على كلمة الشراك تحت الفيديو بلون احمر تفعلوا جرس على كلمة الكلمة لا تنسونيش باعف لايك وشير للفيديو عشان نرسلكم كل جيد بقدمه وباشكر كل بيتابعني وبينتصف القناة مرسي جدا 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 ديكم ولكومنتاتكم الحلوة يلا نبدا حالا ونشوف عملنا الكفتة بتاعتنا ازاي باسهل طريقة واقل مكونات اقتصادية مستحيل تصدقوا من ربع كيلو يعمل كل الكمية دي من الكفتة ومش هتشتروها من بره تاني وهتعتمدوا الطريقة دي طول الوقت هتبقى دي الطريقة الاساسية في الكفتة اول حاجة هنجيب اللحمة سواء هتجيبوا لحمة مفرومة او هتفروموا اللحمة في البيت في شوية حاجات كده او ملاحظات لازم تاخدوا بالكم معها اولا لما تجيبوا لحمة هتجيبوا لحمة تكون نعمة شوية عشان تتفرم كويس معاكم وكمان تكون طريقة ولازم اللحمة تكون ملبسة يعني ملبسة يعني فيها كمية دهن طب كمية الدهن بتكون قد ايه؟ احنا بنفرم لكل كيلو لحمة تلت كيلو دهن تلت الكيلو بالضبط دهن فعشان تبقى الكمية مظبوطة فانتي مثلا لو هتفرمي ربع كيلو لحمة هتفرمي معاها تقريبا كده نقول في حدود 75 او 85 جرام الدهنة بعد ما تفرميهم كويس جدا بالشكل ده تبدأ ان انت تعجنيهم حلو مع بعض لما تيجوا تفرميهم لو هتفرميهم في البيت افرميهم في المفرمة على مرتين او في المطحنة على مرتين لو هتفرميهم برا برضو لازم يبقوا على وشين او على مرتين علشان يبقوا نعمين كويس قوي وبعد ما تمسك الكفتة لازم تبدأ تعجنيها كويس ويفضل وانت بتعجني الكفتة اما تكوني حطة في ايدك نقطة زيت اما تكوني حطة في ايدك مية سقعة علشان خاطر تبدأ يتملك الكفتة كويس جدا جدا نيجي بقى للمكونات بتاعتنا بتاعت الكفتة اول حاجة طبعا البصل هنبتدي ان احنا نجيب بصلتين ونبتدي ان احنا نفرمهم كويس جدا او نعصرهم بالمعنى الاصح ونبدأ بعد كده نصفيهم حابين تصفوهم بشاش اوكي لو مش حابين تصفوهم بشاش ممكن ان انتوا تصفوهم عادي بالمصفة بس اهم حاجة تكون مصفة ضيقة عشان انا عايزة كل كمية المية بتاعت البصل تنزل وكل كمية التفلة كده او الالياف بتاعت البصل تكون على جنب وبعد كده بعد ما نبتدي ان احنا نصف المية هنحطها البولة على جنب ونبتدي ان احنا ناخد التفل بتاع البصل ونبتدي ان احنا نضيفه للكفتة طبعا تفل بصل اه تفل بصلتين بيكون كمية حلوة اوه بالناسبة للربع كيلو انا بايشتغل النهاردة للربع كيلو كوفتة اه طبعا هتعملوا نصف ضعفو الكمية كيلو هتضعفو الكمية انا باعمل لربع وانتو تقدروا بعد كده ايه تزويدو زى ما انتو حابين البصل بيكون بصل متوسط والبصل بيكون بصل ابيض ما يكونش بصل احمر. عشان بصل احمر بيتحرق او بيتلون كده في الشاوي او في التحمير ويبقى لونه مش حل. لكن البصل الابيض بيفضل محتفظ بلونه وبناكيته يعني جوه الكفتة. بعد كده بتحطوا معلقة كبيرة من بوهارات الكفتة ودي طبعا تشتروها من عند العطار او بتشتروها من اي سوبر ماركت. بتحطوا ربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود زي ما انتو شايفين متقلبوهم كويس قوي قوي بالشكل ده علشان خاطر تعجنوهم حلو جدا جدا. متنسوش تحطوا ربع معلقة من البكينج بودر علشان خاطر ما تحليش الكفتة معاكم تبقى مكتومة وتبقى هايشة كده وحلو. المقدير دي تبدأوا ان انتو تعجنوها كويس قوي قوي لحد ما تبتدي ان هي تتماسك مع بعضها. اول ما تبتدي المكونات تتمسك هنبتدي ان احنا نحط المكون اللي هيباعث معنا الكمية. هقول لكم على ثلاث مكونات بيعملوهم في المطاعم. المكون اللي يعجبكم اه تعملوه. وهقول لكم افضلهم ايه. اول مكون ان انتو تحطوا نص كباية من الدقيق محطوط عليها ربع كباية من البقصومات. يعني نص كباية دي وربع كباية بقصومات هيبقوا ثلاثة ربع كباية. ودول هيرمو معاكم كمية حلوة اوه هتبقى الكفتة زي الفرن. تاني مكون ان احنا بنحط نص كباية من السميد. نص كباية من البقصومات سوري نص كباية من البقصومات عليها ربع كباية من دقيق الروز. ده لو توفر عندكم دقيق الروز. طيب لو متوفرش عندكم دقيق الروز هتستخدموا دقيق والبقصومات. طيب لو في فكرة تالتة بقى. ونتوا بتجيبوا العيش الفينو. لكن بتشيلوا من علي disastrousikري من بلى اللي هيبقى لونها دهبي دي. وبعد كده بتبدأوا بتجيبوا العيش بعد كده بتبدأوا ان انتوا تلينوا التاليين حفيف. وبعدين تعصروا جامد قوي قوي. بعدكده بتحطوا عليه ربع كباية من البقصومات. بتجيبوا حوالي حمس ارجفة فينا وتتعصروا بعض�입니다. وبعد كده بتحطوا عليهم ربع كباية من البقصومات. وبعد كده بتنزالوا عليهم بالكفتة. كويس جدا بعد كده بتحطوا عليهم ربع كباب المقصومات وبعد كده بتنزلوا عليهم بالكفتة. انا جربت التلات طرق بس الامانة احلى طريقا هي الدقيق والبقصومات اديتني نتيجة حلوة جدا جدا احلى كمان من الرز والعيش. فانتو تقدروا تجربوا اي طريقة منهم والتلات طرق هيروم معاكم كمية كفتة كتيرة جدا. هنسيب الكفتة جوه التلاجة كده لمدة ساعة وبعد كده هنبتدي ان احنا نشويها. لو عندنا شوائي اوكي هنشغل الشوائي عادي في الفرن هقول لكم على الطوبينج او اللاصوس اللي احنا هنحطه عشان خاطر الكفتة تفضل طريقة والمحتة من شوية. لو ما عندنا الشوائي هنجيب صناية عادي وبعد كده هنستفاد بقى بالشاوي او سالي الشاوي بتاع الكفتة بنحنا نجيب شوية بصل شوية تماطم شوية حضرة وفلفل بقدونس وشابة وكسبرة وشوية كمان اليا من اللي احنا عملناهم في الكفتة ومعلاقة بهارات كفتة ونقلبهم كويس جدا ونحطهم في قاعة صانية دول بقى هينزل عليهم السالي بتاع الكفتة هيبقوا زي سلطة المشويات اللي بناكلها وره بالظبط وفي نفس الوقت يبقى احنا سويناهم مع بعض يعني هم والكفتة في نفس الطبق فبالتالي احنا هنوفر وقته مجهود وكمان هنعمل تغميسة حلوة لان ده هنمسك بقى الكفتة ونبتدي نجيب الميت البصل اللي احنا عملناها مش هنرميها لو حابين تعصروا عليها طمط مية اكيلة ومش حابين تكتفوا بميت البصل حطوا عليها ربع ما هلاقيت ملحة صغيرة خالص وتبدأوا ان انتو تمسكوا الكفتة على المسان وتبدأوا ان انتو تصبقوها المسان بيتيح لكم ان الكفتة متبقاش مكتومة من جوة وتبقى مفرجة وكده حق وحلو اعملوا الكفتة حجمها كبير شوية عشان خاطر طبيعي الكفتة لما بيكون فيها كمية دهون بتبدأ حجمها يقل سنة فالافضل ان انتو تحطوا او تحملوا الكفتة حجمها كبير شوية وبعد كده بترسوا الكفتة على الشبكة والشبكة كده بتكونوا دهنينها دهنة زيت خفيفة قوي قوي مش كتير وبعد ما تبدأوا ان انتو تخلصوا كل كمية الكفتة اللي انتو عاملينها على المسان على فكرة حاب اقولكم في ناس بتحب تحط بقدونس وشبت لعجينة الكفتة لو حابين تحطوها ماشي لو مش حابين براحتكم انا عمتا بكتفي دايما ان انا حط البقدونس والشبت بعد ما ابتدي ان انا يعني اسوي الكفتة حطهم تحت الكفتة ما بحبش احطهم جوه عجين ده الكفتة لكن هما مش بيفرقوا في الطعم بس دايما بحب استمتع بطعم اللحمة بتاعت الكفتة من غير اي حاجات تانية عليها بجيب السكينة واعمل بقى الاشكال بتاعت الكفتة اللي احنا بنقلها عند الحاتل هي عبارة عن السنبوكسات دي بعملها والكفتة طرية مش قبل ما ادخلها الفريزر علشان خاطر تثبت فيها الاشكال دي بعد ما بخلص الكمية بتحتي وخلص ان انا اعمل الكفتة بالشكل ده ابتدي ان انا ادخلها الفريزر ترتاح لمدة ساعة قبل الشاوط ودي بتكون مدة كافية عشان الكفتة تتشكل وتتجمد وما تفكش معي جوه الفور بعد كده بسخن الفورن منساش طبعا اول ما احط الكفتة اغطيها من فوق بورقة فويل قبل ما ادخلها الفورن لمدة نص الساعة وبعد نص الساعة بشيل ورقة الفويل وخل الكفتة تاخد لون من فوق ومن تحت اما لو انا هشو الكفتة احطاها عادي على طول في الشواية بس برضو بعد ما جمدها واكون مجهزة العصير بقى بتاع البصل والطماطن يكون لسه معي وكل ما تبتدي الكفتة تنشف تبتدي ان انا اديها رشة بالشكل ده علشان خاطر اولا تلون معي تاني حاجة ما تنشفش معي خالص طول فترة الشوط وبكده يبقى عملنا كفتة اقتصادية سهلة وبسيطة للعيد وفي منتهى الجمال وطعمها روعة وهتعجبكم اوي اوي مش فرقوها ابدا عن كفتة المحلات اتمنى الوصفة تكون عجبتكم ولو عجبتكم ما تنسوش باعتش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكون وما تنسونيش باعف لايك وشير للفيديو عشان يصلكم كل جديد بيعدموا باشكر كل بيتابعني وبانتسف القناة مرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة تحياتي ليكم استنوني ان شاء الله كل يوم في وصفة جديدة كل سنة وقته طايبين اشوفكم دايما يا رب على خير ورايب